الموصل تصاب بخيبة الإنصاف السياسي مرة أخرى فبعد أن رفعت آمالها بطول الحديث عن تنثيلها حكوميا وأذهبت القوائم المساربة لأسماء المرشحين للحقائب الوزارية أحلام هذه المحافظة بالحصول على استحقاقها ظن حكومة السودانية تبددت آمال الموصليين مرة أخرى في الحصول على منصب سيادي في الحكومة الجديدة التي من المؤمل الإعلان عن تشكيلها خلال الأيام القادمة فوفق قائمة توزيع الوزارات والمناصب العليا التي يتم تداولها لن يحصل على أي منصب سيادي طالب سيد محمد شاعر السوداني رئيس الوزارة المكلف بإنصاف المحافظة نينوى بكأكبر محافظة عراقية كما نطالب حقيقة أن أعضاء مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى بالضغط على الرئيس الوزارة المكلف في إعطاء المحافظة نينوى واستحقاقها الانتخابي والكثافتها السكانية الأوساط الموصلية أكدت أن المكونات العراقية الصغيرة مهمشة تماماً ومستبعدون من أي مشاورات ومناقشات في تشكيل الحكومة التي من المفروض أن تكون حكومة لكل العراقيين وليست للمكونات الكبيرة وأحزاب السلطة وبالرغم من أن المكونات الصغيرة تملك من الإرث الحضاري والتاريخي الناصعي والكفاءات الذين لهم القدرة في إدارة البلد المفروض يعطونا أكثر وزارة أو كيل وزارة كل حكومات سابقة لكن حسب ما سمعنا أن هناك غبن بهذا الموضوع وانطل التركمان وزارة لحد الآن لم يعطوا للشبكة أو اليزيدي أي وزارة وفي نفس الوقت نطمح من الحكومة أن تكون لديها برامج خاصة لحماية المكونات أيضاً لإعادة الثقة بين هذا المكونات وبحسب المعنيين أن هناك حراكاً سياسياً لإجراء تغييرات جذرية في نينوى بدءاً من منصب المحافظ ثم المعاونين وعدد من مديري الدوائر ما بعد تشكيل الحكومة نينوى ثاني أكبر محافظة بأربعة وثلاثين مقعداً نيابياً بعد بغداد ولكنها مهمشة في تولي المناصب السيادية ولا سيما البرلمان والجمهورية لقناة الرابع محمد الشبكي الموصل ترجمة نانسي قنقر